اشتركوا في القناة مشاهد يومية للمدين العراقية ففي النصف الاول من عام 2021 وثقت مفوضية حقوق الانسان 87 حالة انتحار في البلاد ويعد الفقر مع اليأس ابرز اسباب ارتفاع حالات الانتحار ومن هرب من شبح الانتحار يجد شبح المخدرات ماثلا امامه فتفشى الادمان عليها في ظل سهولة تهريبها من ايران واشراف جهات متنفذة على الترويج لها في المجتمع وتنعكس تلك الظواهر الخطيرة على الحياة الاسرية وعلاقة الابوين والابناء فكثرت حالات العنف الاسري وضرب الابناء اضافة الى تزايد معدلات الطلاق فيصبح الابناء مشتتين وكثير منهم يقع في شراك مجموعة الاتجار بالبشر والاعضاء الفقر واساس كل هذه المصائب التي تفتك بالمجتمع العراقي فسوء الوضع الاقتصادي وعدم توفر فرص العمل وتجاهل الحكومات المطالب المواطنين تدفعهم الى اليأس امام تلبية الاحتياجات الاساسية من مأكل ومشرب وسكن كريم ففي اخر تقرير لبرنامج الاغذي العالمي بلغت نسبة انتشار الفقر بين العراقيين اكثر من 31% والبطالة تجاوزت 40% فيما مئات مليارات الدولارات تنهب وتهرب الى الخارج حتى باتت الامبراطوريات المالية للأحزاب تضاهي ميزانيات دول باكملها ميزانيات دولارات الدولارات المالية